بسم الله الرحمن الرحيم ايه الحفل الكريم مشاهدين متابعين الكرام دائما بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب السداد والتفهيق والنجاح نحييكم بتحية الاسلام الخالدة وهي سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الصباح وعبر شاشة دبي ريسنجمن ميدان المرموم لانطلاقات الاصالة لانطلاقات عالم التحديات ينطلق ثاني اشواطي صباحي هذا اليوم مع الذلل الاصائل ذلل ابناء القبائل الذي تنطلق مع الكبار في الثمانية كيلو مترات وتجدد الى حضراتكم روح التنافس والتحدي شوط المهجنات الثاني ينطلق حاملا كذلك هذه الاسما وهذه الشعارات ونسير مباشرة مع المراكز الأولى تتقدم جبارة على الصدارة جبارة بالجدارة على المركز الأول ومحمد بن صالح بن عبدالله الدرمكي الذي يقدم جبارة إلى هذا الموقع إلى المركز الأول تليها في المركز الثاني الكاسبية في ثاني المراكز مطار بن سعيد بن عبيد الحميري على ثاني المراكز بينما المركز الثالث تتواجد فيها الدوحة الدوحة بإنجازاتها وبتحديها الجميلة لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على المركز الثالث والمركز الرابع تاتي في ناصية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني يقدم ناصية على رابع المراكز بينما المركز الخامس الغزيلة على المركز الخامس وياتي مطار بن محمد بالضبيعة الذي يقدم الغزيلة على خامس المراكز بينما المركز السادس تتقدم في هملولة هملولة علي بن محمد برحمة الشامسي الذي يقدم هملولة بينما المركز السابع سابع المراكز وهي حاملة رقم سبعة بهذه الانطلاق الشايبة وعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي الذي يقدم الشايبة بينما المركز الثامن تتقدم هنا الفاتنة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري ياتي بالفاتنة والمركز التاسع في هذه اللحظات الذهب واغلام بن موسى بن أحمد لبلوشي وعاشر المراكز هذه هملولو صباح الخير يا زميل سالم بن سعيد بن حضير ملك تبي هذه النتيجة هذه نتيجتنا للعشر المراكز للعشر المراكز الأولى في انطلاقة هذا الصباح الجميل مباشرة على الهواء عبر شاشة دبي ريسنج في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة ويا مجمل الرقص مع الكبار يا مجمل الرقص مع الكبار في ميدان المرموم وفي انطلاقة الكبار في صباح هذا اليوم الجميل الذي يحمل هذه الاسماء ويحمل هذه الشعارات والتحديات الرائعة والجميلة نعود إلى مقدمة الشوط بعد ان اكملنا ندان الأول للعشر المراكز لولا المتقدمة في هذا المسار الدوحة يا الدوحة الدوحة على مقدمة الشوط الدوحة تقود هذا السرب تقود هذه الاسماء تتقدم هذه المشاركات بجدارة بانجازاتها بسجلها الحافل الذي سجلت من ذهب من نور في انطلاقات فترتها العمرية حتى وصلت في هذا السن وهذه الدوحة تسيطر لمعالي الفريق امصبح بن راشد الفتان امصبح بن راشد الفتان بورايد كذلك اللي يقدم الدوحة على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول بينما تاتي في المركز الثاني وتندفع هناك جبارة جبار محمد بن صالح هناك تنطلق في هذه اللحظات جبارة محمد بن صالح بن عبد الله بن بدوه الظاهري الذي يقدم جبارة على المركز الثاني وتبص دارة جبارة المركز الثالث ناصي مشاهدي للعزاء وسلالة ناصي العريقة هذه ناصية تتقدم المشاركات وتتقدم على المركز الثالث في قمة التكريم على الثلاث المراكز ناصية 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 محمد بن ناصر بن شافي القحطاني في هذا الانطلاق مع ناصية على المركز الثالث بينما المركز الرابع تتواجد في الكاسبية الكاسبية وياتي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري الذي يقدم الكاسبية على المركز الرابع أما المركز الخامس هنا تتواجد الشايبة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي الذي يقدم الشايبة وياتي هناك أحد شبابنا ناصر بن عبيد بن يزرب العامري ويقدم لنا الفاتنة الفاتنة على الانطلاق والمركز الخامس سادس المراكز تتقدم هملولة وعلي بن محمد بن رحمة الشامسي على سادس المراكز والمركز السابع عندك يا بالضبيعة مطر بن محمد بالضبيعة اكتبي ويقدم الأغزيلة في هذا المنطلق المركز الثامن هناك شوف المركز الثامن مشاهدين متابعين الكرام مع الذهيبة أغلام بن موسى بن أحمد البلوشي والمركز التاسع الله يابو سعيد هناك وصل بن حضيرم وصل بن حضيرم مع هملولة سالم بسعيد بن حضيرم لكتبي وعاشر المراكز هذه الحرة الحرة هزيم بن محمد بن هزيم المسافري هذه العشر المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي وحزام القابات حزام القابات مشاهدين العزاء ومتابعة الثمانية كيلو مترات وقدرنا ووصلنا إلى حزام القابات على اليمين هذا المعبر الجميل والرايع هنا في تحفة الميادين في المرموم الذي تنطلق فيه الأصائل في هذا الميدان وهو معاديل الثلاثة كيلو متر بعد أن انقضت الخمسة كيلو مترات بأداء رايع من الدوحة وقيادة لمسار هذا الشوط لمسار هذا الشوط وسعادة الفريق مصبح بالراشد الفتان معالي الفريق مصبح بالراشد الفتان الذي يقدم الدوحة على المركز الأول وعلى الانطلاقات الأولى يا سلام يا سلام يا الدوحة الدوحة مشاهدين متابعين الكرام نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول هذه الدوحة ترقص ما شاء الله ترقص على مقدمة الشوط نأخذ بعض انجازاتها يا الجمري يا الجمري انجازات الدوحة الدوحة يو الله أربع كاسات أربع كوس في رصيدها يعني انجازها من نور سجلت في انجازاتها وفي تاريخها في سجلها الحافل أربع 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 كوس يا بورايد نطلب المزيد في التهلق في عالم الأصائل في عالم الأصائل يا بورايد الله 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 هذه تسيطر مشاهدين العزاء الدوحة على المركز الأول الدوحة على الانطلاق الأول وهي تنفرد بالمركز الأول تباعد المسافة تستعد لهذه الأياب الذي يطلب فيها التجهيز والتعديل والانطلاق الجميلة الله يا سلام تهانينا وهذه الدوحة تنفرد بالمركز الأول لمعالي الفريق مصبح بالراشد الفتاة تعبر مع بوابة العبور واثنين كيلو متر بينما ناخذ المركز الثاني وتتقدم ناصية على المركز الثاني محمد بن ناصر بن شافي القحطاني وتاتي هناك الفاتنة الفاتنة على المركز الثالث ناصر بن عبيد بن يزرب العامري الثلاث المراكز بعدا بين هنا وبين البقية عن المشاركات وعن وعن المنطلقات في هذا الصباح المركز الرابع هشوف هناك الشايبة الشايبة علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي وتاتينا كذلك الغزيلة مطار بن محمد بالضبيعة يا السلام ولكن خلونا نعود مع المراكز الأولى نروح مع الدوحة هناك الله يا الدوحة يا الدوحة يا الدوحة بنتابع الدوحة بنوصل الدوحة هناك إلى خط النهاية في هذا المنطلق الكبير في هذا الصرح وهذا السجل الحافل بالانجازات كلها الدوحة ذهب ذهب في ذهب بانجازاتها بانطلقتها يا السلام يا السلام تستحق الأشادة تستحق المتابعة تستحق كل ماهو جميل الله يا السلالة سلالة شاهينية عريقة تجستت بشرايينها خدمت بعروقها في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع هذه الدوحة هذه الدوحة على مقدمة الشوت لمعالي الفريق ومصبح بالراشد الفتان الله يا ابو رايد صباح الخير يا ابو رايد مع الكيلو المتر الأخير أشكرك كذلك يا الحاج يستحق الحاج علي الحاج على المتابعة وعلى المحافظة في هذا الاداء الجميل والانطلاق الرائع مع هذه من سن اللقاية وهي بانجازاتها من سن اللقاية وهي بسجلها الحافل حتى تنطلق في سن الحول وهي تقريبا للسن يا السلام هذه هي اللي من اللقاية لانحايل الها على التماع تأثير تأثير يا الدوحة يا السلام هذه الدوحة تنطلق بالمركز الأول بالانطلاق الأول يا السلام يا سلام يا سلام تنفرد تباعد المسافة وتعلن الفوز بريحية بدون أي توامر بدون أي حركة تنطلق انطلاق ذاتي تستعد للسباقات القادمة في هذا الانطلاق لتضيف النقطة الثانية والختاميات على الأبواب يا بورايد على الأبواب يا سلام جماهير هذا الشعار تطالب المزيد والعديد في عالم الأصالة في عالم الأصائل تحياتنا للمرة الثانية وسلاماتنا صباح الخير يا هالي زعبيل والأهالي جميرة يا هالي جميرة للمرة الثانية يا هالي جميرة للمرة الثانية على التوالي صباح الخير يا بورايد تهانينا لمعالي الفريق امصبح بالراشد الفتان على فوز الدوحة بالمركز الأول بعد فوز صفا في الشوط الأول والمركز الثاني هذه ناصية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني وصلت على ثاني المراكز والمركز الثالث تاتينا في هذه اللحظات الحرة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري والمركز الرابع تاتي فيه الفاتنة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري وخامس المراكز مع علي بن خليفة الرميثي هذه الخمس المراكز وهذه الدوحة شكرا بعدنا على هذه المتابعة الدقيقة والجميلة توقيتها الزمني في فترة زمنية مقدارها اثنى عشر دقيقة ستة وخمسين ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا لمعالي الفريق مصبح براشد الفتان ونقول أصعد الله صباح الجميع بهذه الانطلقات والتحديات بينما وصلت في المركز في المركز الثاني المركز الثاني ناصر وصلت في المركز الثاني محمد بن ناصر بن شافي القحطاني نشوف توقيتها الزمني على الشاشة التلفزيون في ثلاثة عشر دقيقة وتسعة ثواني بالوفا والتمام بينما وصلت في المركز الثالث اللي هي الحرة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري وتوقيت هجزة مني كذلك على شاشة التلفزيون في هذه الانطلاقات وفي ثلاث عشر دقيقة واربعشر ثانية وستة تجزة من الثانية تهانينا ونموس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة